التعرض للشمس من غير نظارة شمس أصلية بإزازها الأصلي لأن النظارة الأصلية مختلفة تماماً عن النظارة التقليد أو الهاي كوبي في ناس كتير قوي بتجيبهاهاي كوبي الهاي كوبي دي ما بيقاش فيها فيلتر للألترا فيلوت اللي هي الأشعة الفوق البنفسجية وفيه نظام دفاعي للعين أول ما حضرتك بتطلعي في الضوء أنني بيقفل علشان ما تخش الكيش أشعة ضرة جوه العين لما بنلبس نظارة شمس هاي كوبي أو تقليد مش إزاز أصلي ما بيبقاش فيها مصفة أو فيلتر يشيل الأشعة ضرة وإحنا كده بندحك على النظام الدفاعي بتاع العين قلني بفتح عيني بس بدخل الأشعة ضرة تبقي لبس نظارة الشمس فالعين بتقليها الدنيا ضلمة ممكن أن يبقى مفتوح وتخش كل الأشعة ضرة لكن ما كل نظارة شمسية أصلية يعني ماركة كويسة بالإزاز الأصلي بتاعها مش حاجة تقليد ولا هاي كوبي بيبقى فيها فلتر للأشعة الضرة دي نقطة مهمة جدا وتغيب على الناس كتير يعني ممكن الناس تقولك إيه أنا بشتري يهمني الشكل لا أول موضوع مش شكل فهتغيب حاجة تقليد هي الهاي كوبي دي يعني ممكن الناس يعني مصممة تشتريها ممكن لنبسوها بالليل في البيت الشمس بشوها بالليل براحته بقى في الصبحة أو في البيت أو برا أوكي بس الصبح لأ برا أو جوه أوكي بس الصبح لأ طيب خلينا نتكلم كمان عن نظارة السباحة هل هي برضو بتاقي العين ولا هي آه كويسة النظارات تاعة السباحة الجوجل تاعة السباحة دي كويسة قوي لأنها بتحمي العين من الكلور اللي بيسبب أنواع كتير من الالتهابات والحساسية في العين فهي دي من نسبة لنا مناسبة جدا وإيه الحساسيات اللي ممكن تجيب سبب الكلور وهل الكلور هو السبب ولا تلوث البيسين هو اللي ممكن يسبب المشكلة تلوث البيسين ممكن يعمل التهاب صديدي ممكن يكون فيه مكروب يخش في العين له علاج مختلف شوية بتلاقي إفرازات صفرة بتنزل من العين لكن لو البيسين نضيف حتى مجرد وجود التركيز العالي من الكلور ده بيخلي نسبة الحساسية بالديد عشان كده الجوجلز والنظارات اللي بتحميه كويسة أو بالنسبة للناس اللي لعوا مكتير نعم